قبل ما سيب النقطة دية هل احنا بنفكر صح في مشروعات على جانبي القطار السريع والمانوريل والقطار الكهرابي فائق السرعة هل احنا فعلا بنفكر زي ما بنفكر في المواني وفي المناطق الاقتصادية القناة السويسي يبقى فيه لوجاستيكس يبقى فيه دعم بالوقود يبقى فيه فنادق عشان لو السفينة هتستنى يومين ثلاثة يبقى فيه خدمات اكيد احنا فيه تخطيط ان احنا فيه غير المواني البحرية اللي هي العين السخنة والاسكندرية هتبقى فيه مواني برية على طول الخط بتاع القطار زي الميناء اللي بيسمنونه الميناء الجاف اه زي في مدينة اكتوبر اه المواني الجافة دي هتساعد غير بس في نقل البضايع ان احنا ننشئ مصانع على جانبي ما معنى هذا المصطلح يا دكتور يعني ايه ميناء جاف يعني الميناء الجاف ان هو ميناء بنقل البضايع ويعني انها ممكن تنزل البضايع وتاخد بضايع تانية بس موجود فيه مش على البحر مش على المياه يعني مدينة 6 اكتوبر مفيش اي بحر او مياه ناحيته بس هيبقى فيه ميناء جاف هناك ده هيسهل ان احنا نكون يعني مركز لتداول البضاعة دي تداول البضاعة ده هارده كان فيه كلام عشان اكتوبر الجديدة يبقى فيها مجمع صناعي كامل كان رئيس مجلس الوزراء عامل اجتماع لاستعراض ملامح المجمع ده اللي احنا بنقوله احنا اول حاجة عشان احنا نجزب الاستثمارات الخارجية ونقيم مناطق صناعية لازم يكون فيه وسائل للنقل لان انا دلاتي كمستثمر عشان حطي فلوسي لازم اضمن ان البضاعة او المواد الخامة توصل للمصانع بسهولة وهقدر ان انا اصدارها بعد كده فوجود خط زي كده هيسهل لي عملية النقل ما بين اسيا وما بين اوروبا الميناء الجافة اللي هتعمل في اكتوبر ده هيساعد كتير ان احنا ننشئ منطقة صناعية متكاملة في اكتوبر يكون فيها نشاط صناعي كبير ويبقى سهل الوصول اليه والوصول منه يعني سهل انت توصله للمواد الخام وفي نفس الوقت سهل انك تنقل البضايع منه تصدرها لاوروبا حيث السوق العالمية والسوق الكبير المستهلك غير ان احنا ممكن على جانبها يصد طريق هنطور مجتمعات جديدة هنطور محور الضبعة هنطور محور ودي النترون ده هيؤدي لتفريغ العاصمة وتوزيع مختلف في السكان وهيدى الى انشاء مناطق صناعية جديدة غير اكتوبر نفسها فده المشاريع اللي هم نقولها دي الكباري والطرق هتباني الحائد منها وفايدتها بس في المستقبل يعني قريب مش حاليا تعريبا قد ايه دكتور لانه هو السؤال لازم بعد انشاء انتهاء القطار هنبتدي احنا في نفس الوقت شغلين زي ما قلت رئيس الوزراء ابتدى يشتغل على المدينة الصناعية مدينة 6 اكتوبر فمع انتهاء القطر هتكون منطقة الصناعية جاهزة ويبتدي العمل فيهم غير كده ان انت ممكن زي ما قلنا نطور على طول الخط فالقطار مش يمنقل ركابه بس رغم ان ده هيفيد جدا طبعا في قطاع السياحة لان تنقل ما بين العين السخنة مرورا بالاسكندرية والعالمين هيقدي الى سهولة الرواج السياحي ودي هتفيد مصر جدا غير المناطق الصناعية والكلام ده كله ولو تفتكر احنا كانت اكبر مشكلة واجهتنا كانت في 2010 لما جاء سفر المنديال الشهير احنا خسرنا ليه لانه قالك انك انت عندك ازمة مرورية في مصر صعب انت الرغم ان احنا عندنا استادات وفنادي وممكن نستضيف حدث علامة زي كده لكن العقل كان قدامنا هي المواصلات والطرق فلما احنا بنطور الطرق ان احنا حالتك تقصد ان احنا نستضيف كاس العالم كاس العالم كان عقل قدامنا لان اللجلة ديتنا سفر بناء على ان صعب ان احنا بفي مواصلات صعب بالتحرك ضمن الازمة المرورية اللي احنا موجود فيها دلوقتي